تعاون مع جو بايدن لمنع الإغلاق الحكومي فأطاح به أعضاء حزبه بهذه الكيفية تم عزل رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي في سابقة تاريخية حيث صوت الكونغرس لصالح إقالة مكارثي من منصبه ليعلن منصب الرئيس شاغرا على أن يستمر صاحبه بتسيير العمل إلى حين انتخاب رئيس جديد للمجلس 216 صوتاً كان كفيلاً بمعاقبة مكارثي بعزله من قبل متشددي الحزب الجمهوري الذين أثار مكارثي حفيظتهم حينما تعاون مع النواب الديمقراطيين لتمرير اتفاق مؤقت مع الرئيس جو بايدن بشأن الموازنة بهدف تجنب الإغلاق الحكومي المعروف بـ X-Day التحرك لعزل مكارثي قاده عضو الكونغرس مات جايتس العدو اللدود لمكارثي حيث تم تقديم مذكرة إخلاء منصب رئيس مجلس النواب الاثنين الماضي ليتم عزله وتعيين النائب الجمهوري باتريك ماك هنري رئيساً مؤقتاً بعد التصويت مباشرةً كما ساعدت الأقلية الديمقراطية في الكونغرس الجمهوريين على خطوتهم مذكرين بدور مكارثي الذي قضى جل ولايته في معارضة أجندتهم ودعم الرئيس السابق دونالد ترامب والأهم مما سبق فتحه تحقيقاً يرمي لعزل الرئيس جو بايدن من منصبه بتهم فساد مالي وإداري التصويت للإطاحة بمكارثي وقراره بعدم الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب مجدداً يمثل وفق مراقبين تصعيداً كبيراً في التوترات في الحزب الجمهوري الذي كان غارقاً في الاقتتال الداخلي كما يأتي بعد أيام فقط من نجاح مكارثي في بلورة جهود من الحزبين الغريمين لتجنب إغلاق الحكومة في اللحظة الأخيرة المعركة الأخيرة في الكونغرس تأتي بعد يومين فقط على إقرار مجلسي النواب والشيوخ إجراءاً لتجنب إغلاق حكومي مكلف عبر تمديد التمويل الفيدرالي حتى منتصف شهر تشرين الثاني المقبل